وينتظر الشارع المصري زيادة مرتقبة في أسعار الدواء بعد قرب التوصل إلى اتفاق مع هيئة الدواء المصرية حول النسب المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن شهدت الصيدليات نقصا حدا في بعض الأدوية نتيجة نقص المواد الخام لعدم القدرة على استيرادها بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية زيادات متتالية لأسعار الدواء في مصر نقص المواد الأولية اللازمة للإنتاج وعدم وجود سيولة في العملة الأجنبية للإفراج عنها من الموانئ ضعف آلام المرضى فرحلة بحث عصام عن دواء لمرض والدته المزمن في الأسواق يبدو أنها لن تنتهي قريبا ألف على دواء لوالدتي بقى لي أكتر من أسبوعين طبعا مش لقيه ولما بروح مثلا في مكان وبلاقيه بلاقيه سعر مرتفع جدا مش في المتناول بالنسبة لكواحد زيحلات يعني نقص الدواء لدى الشركات الموردة للصيدليات أثر على حصة العديد منها ما جعلها غير قادرة على توفير معظم الأصناف للمرضى الأدوية كل شوية في الزيادات العميل اللي كان مثلا ممكن يجي يطلب علبة دلوقتي بيجي يتصدم بالسعر فيطلب شريط المبيعات متأثرة برضو فترة اليومين دول بسبب النقص الأدوية اختفاء أصناف مهمة من السوق يعني حتى بنحاول نعرض على العميل البديل في اللي بيوافق وياخده وفي اللي ممكن بيفضل العلاج اللي الدكتور كاتبه شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر تقول أن سوق الأدوية شهد زيادة أسعار نحو ألفين صنف دواء تقريبا بنسبة خمسين في المائة منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم المتوقع يزيد ألف لألف وخمسمائة صنف من الأدوية وفي نفس الوقت وهو الزيادة متوقعة من عشرين لخمسة عشرين في المائة يعني ده كمتوسط متوسط يعني حاجة عشرين حاجة خمسة عشرين ما زال الدولار زايد مية في المائة والزيادة اللي احنا واخدانها يعني ألمست بتكلم في عشرين في المائة فلحنا لسه بعيد يعني الأهم منها إحنا طلبين زيادة الليلة لأنه التكاليف زادت علينا إحنا من أول السنة الموظفين عندنا عايشين في مجتمع والمجتمع عليهم منتزامات مدارس وأكل وشرب فزادت عليهم هجيبوا الزيادة بتاعتهم منين هجيبواها من عندي وانا هجيبها منين من تكلفة الدولة رغم تأكيدات رسمية بالسيطرة على الأسواق تستمر شكاوى المواطنين من الأدوية المقلدة التي تباع بعيدا عن رقابة الدولة بينما تمثل الزيادة المرتقبة للأدوية عبءا إضافيا على الأسر المصرية خاصة غير القادرين منهم للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ارتفاع الأسعار يطال أهم ما يمس حياة المواطنين وهو الدواء لتتفاقم معاناة المصريين وتتضاعف آلام مرضاهم ورغم ارتفاع أسعارها فإن 15% من الأدوية وخاصة تلك التي تعالج الأمراض المزمنة باتت غير موجودة في الكثير من الصيدليات محمد خالد المشهد القاهرة محمد خالد المشهد